السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والمتسليم شير يا جماعة مرصغات شير لأن صفحة لا بلاغات على هجومة دون شير مرصغات شير عشان تتعمل المرصغات اللولة والشير الأول بأمن اللايف وبأمن الصفحة أول حاجة الليلة الحمد لله وشكر لله طلع الرد بتاع وزارة الخارجية أو الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية الرد دو ما رد طبيعي الرد دو ما رد طبيعي كيف ما رد طبيعي أول حاجة عشان تعرف الرد طبيعي ولا ما طبيعي بتفتش لمكان الرد وين المنطقة اللي تقال فيها الرد الرد طلع من إيران وزير الخارجية هناك زيارة لا يفتتح السفارة الرد من هناك هذه الرسالة هذه الرسالتين وثلاثة رسائل وستمائة رسالة يعني ما الليل اختار اليوم ده وعشان يمشي وفجأة تذكر أنه ما رد قام يتكلم برد لا لا الشغل ما رده بترتيب دقيق جدا 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 هندسة عالية هندسة عالية الرسالة جاتي نيران يعني شنو يعني القوة يعني الصلابة يعني الرد الشافي وكافي الرد الما فيه انكسار الرد الما فيه انكسار ما جاء هنا ما ممكن كان يرده ولمس قبل يسافر ممكن كان ينتظر لما نجي راجع من إيران وممكن لا لا لكن هو مطبوع جاهز لكن أفضل الرسالة تكون من إيران ليه لأنه دول الممانعة الناس فهمة الرسالة الرسالة دي بكونوا فهموها الخارجيين لأمريكية فهمتها والحاجة المهمة في الرسالة اللي بيقول لي أمريكا احنا نجتمع معاك ليه قال لأمريكا احنا نجتمع معاك احنا من الحل القبل الناس ما يجوا وشيلوا وشيلوا بكلا يقول لك عشان ما يقولوا نديون حاجة بسيطة قال أمريكا عشان أمريكا ما محترفة بشرعية الحكومة السودانية أمريكا ما محترفة بحكومة الشرعية السودانية عشان كده المكان كان مكان رائع جدا 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 للرد الرد عن شنو عن الاستهتار الحصل من الخارجيين الأمريكية للحكومة السودانية في حايتين إعلان الدعوة في منبر عام اللي هو منبر بتاعه ما قدمه دعوة عديل في منبر عام باحتبار دعوة كده ماشي ماشي كده تجد يعني نحن جبرنا السودان أنه يجي الشيء الثاني عدم الاحتراف بأهلية وشرعية الحكومة السودانية المتمثلة في عبدالفتاح البرهان عدي حصلت بمنظمة اللي هي المنظمة أنها تجي في برسودان موظفة تحت المنظمة تقابل البرهان هناك ودي ساعة كبيرة جدا 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 الرد كان كيف من الحكومة السودانية الرد كان عبر وزير الخارجية اختار المكان المناسب للرد ايران الرد من ايران بيقلم دبال ده هنا دبال ليه هنا دبال ليه دبال لأمريكا ودبال للناس المعاها ودبال لناس واسرة ودبال للقحاطة ليه؟ لأنه طلع من ايران يعني شنو؟ يعني أعلى ما فيه خيرك ونركبه يعني أعلى ما فيه خيرك ونركبه يعين تفاوض تعالوا لينا نحقق الأول ونمشي جدا ما عندكم لينا حق ما ماشي جدا ما فيه تفاوض الشعب ما بيغضع ولأول مرة يدخل كلمة الشعب هنا دخل ليه؟ عشان استقوبيه ضد المجتمع الدولي وضد أمريكا وضد العالم دخل الشعب ما بيرضع ما قال البرهام ما بيرضع ولا قال العسكر ما بيرضع قال الشعب السوداني ما بيرضع هنا تمام هنا تمام مقفل ولك الماء هنا مقفل ولك الماء يعني كلام ما شاء الله تبارك الله اختار الوقت المناسب واختار الرد المناسب واختار المكان المناسب وجه رسائله للمجتمع الدولي ولأمريكا واستهتاره وأنه ما محترفه بشرعية الجيش السوداني وللحكومة السودانية ودعاها قبل ما انت لو دائرة تعمل حاجة احترفي بينا أول قاله لا كده عديد انت لو دائرة تخشي وسيطة لسلام احترفي بأنه جيش الدولة السودانية دي الرسالة انت لو دائرة تفاوض احترفي بي جيش الدولة السودانية احترفي بيجيش الدولة السودانية احنا ما الحكومة تعال لقردي معنا ما عليك ما بتقردي ما دائرة تقردي بيدخذك شنو في سلام تخشي ليتي ما محترفة بينا دخل معنا في تفاوض وسلام ومسأل عني ليه دائرة تحت دائرة سلام ودائرة انا نقرد تعال اول نتفهم انا وانتي الكتوف تلاحقت والدلاء من الحطة الصح يعني الدواء البياندت قال في الحطة الصح بالحطة فيها الحديدة انا متمتع جدا ومستمتع قسم بالله عيدت الخطاب اكتر من 16-20 مرة وتاني حعيده وحعيده احتماله بروزه شفت الجملة بتاعت الشعب السوداني ما بيرضاه انا ببروزه بخده لانه دي ما حصلت قالت في خطاب بتاع خارجية دلالة على انه شعب السوداني عنده تأثير كبير جدا 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 في الغرار عشان تاني ما تمشي بيطلس وما تمشي بيشع الآن الحكومة السودانية غدرتك كشعب السوداني دخلتك قالت انت ما بترضى الزل ولا بترضى الهوان ولا بترضى أي حاجات تمز بكرامك الموضوع انتهى حاجة طيبة جدا جدا وحاجة جميلة جدا جدا والحمد لله والشكر لله سويسرة فانكوش كبير جدا جدا فانكوش كبير جدا 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 القحاطة تعبوا القحاطة عرقوا صرفوا للدجاج مصاريف سندويتشات رصيد هنا قولهم وكلهم قشلون الكفات كلهم قشلون الكفات مسحوا لهم باستيك ما حيستسلم القحاطي حيقوم يجيك طوالي يقول لك بيكونوا آخر وعشان يمشوا هندسها لك في القاهرة وعشان يمشي كمنا مثل إشاعة طالعة عامز مفروض البرهان يمشي وحييجي وسيناي منه كده سيد البرهان حييجي دجا البرهان جاي والناس يناي هاي البرهان قالوا في السير مشا يمشي في السير هو قاتل لكتيل يمشي في السير هو ما شرعي يمشي في السير ما له لا مَشى ولا حاجة البرهان قاعد وماشي هو ماشي أنا أقول لك أسمع مني ماشي ماشي مصر وماشي دولة ثانية واحتمال دولة ثالثة مصر ودولة ثانية ومعه ماشي وزير المالية ماشي معه وزير المالية ماشي مصر وماشي دولة ثانية وماشي احتمال دولة ثالثة وإن شاء الله تكون الفيبانة الثالثة الثاني أنا عارفها لكن الثالثة إن شاء الله تكون الفيبان القصة مربوطة بالشعب السوداني أي زول يعرف شاء من شاء أبا من أبا يقعد منه يمشي منه القصة مربوطة بالشعب السوداني لأنه الشعب السوداني دفع التمن غالي الشعب السوداني مهود دفع التمن غالي استعجلت يا ضيادين بلاد وقلت مفروض يمشي استعجلت وقلت مفروض مع أنه ما في فرضية كلام مزمي لأبو القاسم كلام مية مية الناس اللي بتعرف والناس اللي عندها خبرة والناس اللي فاهمة سياسة والناس اللي عندها كرامة بتعرف بتعرف الحاصل شنو الشعب السوداني ما وقف ساي لأنه احنا أصحاب قضية دارين يمسحوا الحاجات الجاتة اللولة الاتفاق بتاع جدة اللولة العمل وشي فيت العمل اتفاق جدة الأول شي فيت شي فيت دمنه العمل الوقت بتاع التفاوض اللول كان فيه ضفع الله لما نجي يمشي جدة تاني بعد فترة قالوا لا لا ضفع الله ما دارين إنه ليه؟ لأنه قضية فعله خطاهم في الحطة الصح شربوا زي ما تقول شربوا ليه وخلاص انتهى منهم لبسون بقلون زي عودة العشر باتفاق يده قسما لله العظيم عودة العشر اتفاق يده عودة العشر تعرفوا عودة العشر؟ بس ده اتفاق يده من هاي انكسر ومن هاي انكسر وين؟ والله يخذتهم في الحطة الصح دارين يتملصوا من أي طريقة من اتفاق يده اتفاق يده دارين يتملصوا بأي طريقة وده السبب الخل فارس النور كان من مهندسين اتفاق يده حلاوا استغال لأنه قالت تورطتنا وكان ضفع الله شفد وكان فاهم وعارف بعمل في شنو لبسون الحيطة ومضاهم على اتفاق يده وياهو اتفاق يده الآن هم بسعوا الخلامسي ويسرق عشان يمسحوا اتفاق يده عشان يشيلوا اتفاق يده اللول داك يمسحوا بيستيكها لأنه بالنسبة لون اتفاق يده خلاص عود عشر عشان كده الليلة جماعة بأمانة وبيقوله صراحة وبيقوله وضوح بغض النظر عن أي حاجة الخطاب بتاع الخارجية خطاب كافي ووافي بيمسلنا وبيمسل ميتيننا وخطاب مليون المية قدان احتبارنا نحن كالشعب السوداني حسسنا بقيمتنا رد احتباره كحكومة شرعية للشعب السوداني كحكومة شرعية رد احتباره وصفوا لامور توصيل صحيح الكلام تمام يا جماعة شير تقبيس يا جماعة لأنه علوه بلاغات أنا شايفه واقف شير يا جماعة تقبيس شير تقبيس شير تقبيس يا جماعة لأنه واقف فده الحاصل لشان الناس تكون عارفة هنا نحن تاني السويسرة دي خلاص لعدينها الآن نحن ما ما بعد السويسرة الحاصل الحاصل أنه برهام يسافر متى؟ والله يمكن الخميس قال لحد أنا ما عارف لكن بيسافر وين ماشي مصر بغض النظر على الناس لكن الشعب السوداني طالما ذكر فيه طالما كتبوه الشعب السوداني خلاص الموضوع أنا عندي قافل هنا خلاص القصة قصة شعبي تاني كده رقح حاطي ما عندوا حاجة ما عندوا شي فتش الآن يشوف ليه الليلة بتلقون مختفين بتلقون ما ظهرين بتلقون الدجاج ما فيه العلف ما فيه العلوق ما فيه الليلة حيختفوا من الميديا ليه؟ لأن الكفات عمل لهم القلاشة عمل لهم القلاشة من إيران من إيران من إيران هناك عملون القلاشة فتح الصفارة الإراءة السودانية في إيران رسل الرسائل حقته من إيران بعدين طلعت من وزارة الخارجية شغل مرتب شغل دقيق شغل هندسة عالية رسائل واضحة للمجتمع الدولي لو دارين نتعالين أمريكا يحترفي بي شرعيتنا يحترفي أننا نحن الحكومة وبعدين نمش نفكر في السلام أنت ما احترفت بي حكومتنا وما احترفت بي جيشنا من هو يقعد معاكلة سلام من هو يقعد معاكلة ما فيه زل يقعد معاكلة سلام ما فيه زل يقعد معاكلة سلام لذلك الموضوع تمام الناس لا يوجد أي شيء الامور باسطة وستين باسطة نمشي للحاجة الثانية الطيران يشتغل في القطينة النتائج ما جاد لكن يشتغل بعمف يشتغل بقوة كانت ضربات شرسة أشرس من الضربات بتحت العلقة لكن لسه النتائج ما جاد النتائج حتظهر وين حتظهر فيه صفحات الجنجويد بكرة ما تستعجل بكرة حتشوف الفيديوهات لافة ضربون ضربوا المدنيين الحقوق وناهم رش تقيل والطيران تاني اشتغل في سينجا وفي الدينجر وفي السوكي اشتغل بعنف جلد 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 ما جلساي جلد جلد اشتغل شغل جميل جدا جدا شفنا شاهدنا الراجمة 40 دليل جابوها وين الخارطوم ووقفوها ضربوا بيها بيضربوا في المواطنين احنا بنطالب بس الجيش الان انتشر عشان المناظر ازاي بتعتد الراجمات دي منشوفها كل ما انتشر الجيش كل ما امتلك المساحة كل ما قل التدوين العشوائي التدوين مربوط بانتشار الجيش متى انتشر الجيش وقف التدوين التدوين في الخارطوم ومدرمام مربوط بانتشار الجيش انتشار الجيش معنات التدوين خلاص يعني انتشار الجيش معنات ما في تدوين التدوين في الفاشر مربوط بتدوين الضعين التدوين في الفاشر مربوط بتدوين الضعين تدي العلاج حقه تدوين الفاشر اللي السعيدة علاجه رشدته أكتبها لك أنا وعلى ضمانتي مجربة مية دان الضعين بإذن الله تعالى تدعاف الفاشر من أي تدوين مية دان الضعين صباح ميسا اليوم اللول اليوم التالي اليوم التالي بإذن الله تقوم الفاشر ضدكم مع عند أي مرة تانية لا تدوين لا غير تدوين علاج التدوين في الفاشر تدوين الضعين تدوين الضعين طوالي وبدون رحمة وبدون رعفة نمشي لحاجة مهمة اللي هي عبدالعزيز الحلو طبعا عبدالعزيز الحلو ملك الخيانة أكبر عميل في تاريخ السودان وأوسخ خاين أوسخ خاين في السودان هذا الرمة هذا الخنيطة ما عنده أي حاجة زورة أرخص ما يكون عشان كده نحن بنطالب حكومتنا إبادة له إبادة مسحة مسحة من الكرة الأرضية الحارب دي تنتهي شفت الحلو ده يتمسح كده يتمسح الشاد أي زور معاه الآن بحارب مع الحلو وقت الحارب بتحت الوطن ضد المستعمر نحن نطالب الطيران يجهز نفسه تجيبوا لهم سيارات حديثة تجيبوا لهم طيران حديث المهم الحلو ده ما دارينا شاهد حاجة سيمة طاقية ما دارينا شوف لنا واحد وسخ عفل ما عنده شرف ولا عنده أحلام لأنه مهر عجل لأنه كرب من كلاب المنظمات لأنه عميل وسخ لا شرف ويعريك لو عنده رجال كلهم زيوا كده كلهم زيوا كده بس ما تعمل رجال بيجوا دقوهم ويأخذوا المحلوم ويقوموا جارين يتدقوا الليلة يتدقوا الليلة ذلك شديد وقدر ما يجي بالدقة لأنه عميل وسخ ما عنده شرف ولا عنده أخلاق ولا عنده أي حاجة أوسخ خلق الله هذا البخلوق أوسخ وأنت خلق الله عمرك ما تبقى راجل عمرك ما تبقى راجل لأنك كرب من كلاب المنظمات لأنك عد من عبيد المنظمات يودوا فيك يمين يودوا فيك شمال لعندك وطنية لعندك أخلاق لعندك حاجة سيمة هلي لعندك لاعندك دارت بس تستغيل وتعكل في كرشك. عشان كده عمرك ما تبقى راجل. الدقة والله يبشرك. الدقة دك شديد خلاص. والله العظيم. حجانة ولا بقصروا. امور طيبة. امور طيبة الحمد لله وشكر الله. بالنسبة للمحاور في خبر ماشى خمسين عربية. خمسين عربية. ما في خمسين عربية. ما في دير سالة بتاعت استخبارات جنجويدي. الحصل كم عشر عربات عمل انهجوم على منطقة الجيش هاجبهم بالمسيرات. ودقاهم واستلمدهم والباقي. ما عندهم خمسين عربية في المنطقة. عشان ما ارهبوك اعلامهم يجيب ليك ويجيك ويجيب لك خمسين ويجيب لك الرسالة ينسخم الميق وما عندهم حاجة. اسأل الكلام ده. الكلام ده اسأل انا وصلني ما فيه. عشر عربات واتدقا. في المحور بتاع الفاو. عشر عربات. عشر عربات بالعدد. واتدقا. اتدقا بمسيرات. اللي ما ادي المسيرات شغالة. المسيرات شغالة في كل مكان. شغالة في كل مكان المسيرات. الوضع نوعا ما طيب. وفيه حاجات دي الساعة. ما ازح رب. ممكن تصهر باقي الليل ده. حنقوله في تيك توك. حنقوله في اللايفات تيك توك. لانه في حاجات حتطلع وحنعرفها. حنقوله لك بإذن الله تعالى خير. هذا ما عندنا حلل ولا عندنا خيار. خيارنا واضح وخيارنا صريح. وحللنا واضح. الحرب دي لازم ننتصر فيها. لازم ننتصر فيها. لازم ننتصر عديد. لازم ننتصر عديد. لازم ننتصر عديد. احنا فقدنا كثير. وما عندنا حاجة تانية نخسر أكثر من الخسرنا. عشان كده لازم ننتصر. لازم ننتصر. ما في ذول يأس. ما في ذول يقولك والله 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 والله. احنا منتصرين منتصرين ومنتصرين. إحنا الحرب لو استمرت مليون ألف سنة إحنا قاعدين ما عندنا مشكلة ومشينا الباقيين نكملون. الحرب هذه مصيرية. ما فيها لكنا ولا فيها كده ولا فيها ونحن ما أصله مهما كان. هذه حربنا. هذه حربنا. نهاية ما دار النار قيش. يقول لك منه استي لوقفتي تبتأكل وتشرب. يقول لك منه انت لووقفتي تبترجع أمني وأماني. يقول لك منه لووقفت خلاص بتعيش حياتك. يقول لك منه انت. الناس اللي غدروك مرة بيغدروك مليون مرة. والجنجويد ديل ما عنده نخلاق ولا عنده نشرف. الناس ديلة الآن في الخواتين. ومزنوقين ومزرورين. وأسمح كلامي مزنوقين ومزرورين. لا عندهم تشوين ولا عندهم حاجة. ما عندهم حاجة. الناس ديلة الآن بيفتشوا عشان يدخلوا التشوين عبر المنظمات تحت اللغاسة. الجوعدة اعلان. الجوعدة ليه؟ عشان تجي الشاحنات وفيها المسيرات وفيها الزخيرة وفيها كل حاجة ويجي العمال الاستخبارات والبلد تبقى فوضى. عشان الحرب شفت قدر ما يعمل. لو ارتضوا الليلة فتحوا منظمات وخلاص معنات الحرب حزيت خمسة ستة سنة أقول لك أنا. أي مكتب بتاع منظمة خد سنة لقدام. فتحوا مكتبين ثلاثة سنة. كده منظمات بتشعل الحرب ما بتوقفها. منظمات بتزيد النار اشتعال. ما بتخمدها. شفنا الدول حوالينا كثيرة حصل فيها نفس كلام. احنا شعبي واعي وعارف. لما نقول بل بس ما احنا خلاص احنا بنحق. لا لا الحرب دي ما احد قيف إلا بيبل بس. الوقفة الحقيقية للحرب بيبل بس. نكملها للنهاية نحكها. ما نحكها عشان نجيبها الديمغراطية. نحكها عشان نجيب دولتنا السودانية من الجنجويت. من القحاطة. الريم والما عندهم شرف وما عندهم اخلاق. نفس الموقفة العمليات اللي قلت لك قبيلك ما فيه اي حاجة زيادة. بحري آمنة. ما فيه. ما فيه. ناس متواصلين. تعال المنصة بالليل. واسمع. نرفع رك من الارض. واسمع. ما شاء الله بحري حتى المناطق. اخو طبيق المادة. اخو طبيق المادة. فيه ناس يقول لك انضرب في المنصة. وفيه ناس يقول لك انضرب وين. وناس يقول لك انضرب بين. انا اقول لك هى الذول ده انضرب فيه بحري. في الدربة تحت العمارة. يقولتها لك قبل 3 يوم. تحت العمارة تضربة تحت العمارة اللي انضربوا فيها اولاد المصارين البيض كانوا معاونه ذاته. انضرب فيه العمارة ذاته. ومعه ناس حيزيبون لك واحد ولا الثاني أولاد المصارين والبيض كلهم الناس ذيل ما عندهم وجود عشان نحن نقعد نخاف ونقعد نقول والله حارف الحارف لو الجيش انتشر والجيش بدأ وقال في كل مكان والله ما تاخذ ساعات الناس ذيل لا أرجل مننا لا أقوى مننا لعندهم حاجة الناس ذيل كالضابين كالضابين منافقين أصلوا ما عندهم حاجة نحن منتصرين منتصرين ما في حاجة عشان نقعد أخذها في حاجة يا جماعة مهمة جدا أخيرا عرفنا أنه الجوال بتاع كيكل يتحكد وشفنا الناس المتواصلين معه الليلة ظهر ناس متواصلين معه البيت البيت دي بتخش الحاميات العسكرية وبشنوء بالإنسان والعون الإنساني والمنظمات واللكل والشراب دا الفكر بتاع المنظمات اللي غاسة وبتاع الجنجويد وبتاع القحاطة اللي بيقدروا يخشوا بي جوا ودي الحقيقة ما عليش في ناس نيتهم طيبة ودارين يعملوا أكل وأكلوا المساكين لكن ها نعمل شنون نخش القلوب نفرز دا وطن بضيع يا جماعة وكنت احنا بنستعب ببس عشان عاطفة ودي أنا بريدة وانت بتريدة نقعد ندلع البلد المبتمش بتنهار شفنا الرسائل العين كيكل وشفنا الكلام اللي تقال الآن البقة الحكاية بتاعت البنات البخشن وشغالات وشغالات كده دي مشكلة كبيرة منفروض طانيك الآتي ما في حامير بتاعت عسكر ولا منطقة فيها عسكر يدخلوا فيها بنات تبعث لعوني ولا يغاسة ولا إنساني ولا حتى مزيعد بتاعت غنات الحلس والعربي الكلام ده واضح عشان الناس ما بتتحمل أنك ريتك بتريد ولا إنت مسكين ولا إنت لا ما عليش احنا شفنا بعينها شفنا الرسائل حقتهم وشفنا البنات اللي بيرسل لها كيكل وذي اللي البنات اللي بيرسل لها كيكل دي دخلت الحامية وكانت بتخش الحامية عادي وبتخش أي حامية الآن في ناس لسه ما ظهروا وفي ناس ما معروفين بيرسلوا لهم من المتمردين وكيد بيخش الحاميات عشان كده الغيادة تحت الحاميات والاستخبارات العسكرية تمنع بيرسلوا 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 مبادرة وبين أدلة وفي ناس بيرسلوا بيرسلوا صوتية من وحدات بنات كنا قاعدين بنات ناس لكن للأسف طلعا بنات حرام للأسف طلعا بنات حرام بتكلم مع كيكل وتحنس فيه وتقول ضائرة نضم لكم وتقول لي بتين تجينا وتقول لي بتين تجي هنا وتقول لي هذا كلام فارق حاجة مؤصفة ومقرفة وإحنا بنجي نزال بتين تنتهي الحريب لما نحنا نبطل الوسخ البينات لما نبقى شعبي عنده أصل وفصل وشعبي عنده أخلاق لما نطل على الناس البينات الوسخ نحاسب لما نحاكم العمل لما نقيف من العمال والارتزاق اللي نعمل فيه الحرب الجنجويد لا عندهم حاجة الجنجويد لو لا الناس المعان زمان الجنجويد كان لأنه لا عندهم حاجة لا يعرف البلد البيقولون هنا القحاط والعمل الجنجويد يعرف الجزيرة الجزيرة ساكن فيها بروح لو دخلت ترعة ما بقدر أطلع إلا زال ولو سألت ما بقدر إلا يوصل للمحط وهذه الحقيقة هل قعد الدخل الجنجويد كل الترعة والخنارات منه ياهو الوسخل معانا ياهو الناس القوانين احنا مشكلتنا فينا قبل ما تكون جنجويد كله الناس بتجامل وبتطبل وبتخلي زمان اتكلم فلان يقول لك ياهو احنا حلتنا ما فيها يا جمع امسكوا الهنا كده جايكوا كده ازول احنا حلتنا ما فيها احنا كلنا ما عندنا عميق والله احنا رجاج كلنا ما عندنا ازول والله هذه كل الدنيا كلهم شافوا بعين العمال والوسخ المشكلة ما جا انجويد المشكلة نحنا المشكلة نحنا الآن العمال البيناتنا الناس الدارين يغنوا بسرعة الناس الدارين يسرق بسرعة الناس الدارين الملون قروش يبيع وطنه يبيع اهله يبيع عرضه يبيع شرفه ودار يسرق هذه قصتنا الآن ومشكلتنا الآن القصة الحار انتهت ولو الناس وقفت من العمال ولو جبنا عميل عميلين حاكمناهم ودناهم طلق فراس وأي واحد طلق فراس ما في تاني عميل لكن المشكلة الغانون مجمدين الغانون وده شجع العمال وشجع الارتزاق وشجع زي البيت بتتكلم مع كيكل أنا شفتك في المسجد وقلت جاياك جوا وأنا والله بجت أنا دار أشتغل معا والبيت يا جماعة هلا قائلين يعني كويسة ومحترمة هلا زاتهم قائلين أبيت ناس أهل ذاتهم أهل ذاتهم مع في النام والولد القبض في كرمة أهل قائلين زول كويسة ونسر جلة وكل قائلين تمام وراجل وبيطلع من البيت زي وبيلبس الجلابية زي الرجال في النهاية جلقه جاسوس وعميد العيف منه طيب العيف منه ناس قائلة تحضر في حفلات وترقص عريانا في مصر والتصل يقول لك الجيش لسه عمنتها العيف منه الجيش عندنا العملة لكن عندنا في الشعب العملة أكثر من الجيش الجيش قول 35 ألف قول 5% عملة لكن الشعب يطلع 30% عملة 30% عملة لسه كبيرة كبيرة حاجة مبالغة استابقوا على العملة وعلى دخل الجنجويد لأهله الواحد يبيع بيته بيته يبيع على الجنجويد قسم من بالله العلي العظيم بيته مزوجة اتصل بزوجة قال لي اطلقها قال لي لي قال لي والله الجنجويد اختصب دارين نعرس لي قال لي أنا دائرة مختصب أنا دائرة مختصب أنا دائرة مش مرت انا دائرة رضي عن بي قال لي لا لا احنا دارين نطلق انا بعرس لي وبعقد لي ده ابو ده ابو 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 طلق قال لأ دائرة كيف يعني اتقال بيشنود كيف الحارب الوسخ المعانة دير الرمم المعانة دير الناس اللي ما عند اخلاق لا عشان كده الحارب الس الماشة دي الناس دي ما في لكن ربنا سبحانه وتعال ما قال لا كوني حين نتكلم وفك اللي جام وفك نكور لكن ربنا ما قال لا كوني يعني لا بيد دي البرهان ولا بيد دي يزول في الارض بيد دي نحن نستغفر نتوب لأ الله نخلي الوسخ والنتان والعفان والقزار اللي احنا في نبقى رجال مرة واحدة نبقى أولاد ناس عندنا الحصل فينا دا وفروض نتوب ونتغي الله نخاف الله القصة نحن الآن ما في جنجويد قلت لك ما في جنجويد جنجويد الزمان ما في طلع جنجويد عنده بطاقة يقول لك أنا هذه بطاقة ما في كلهم حرامية وكلهم جايبين ندربون يومين ثلاثة همين سكيكل مش طرد الرزيقات الجنجويد الرزيقات نمح اللهم من تنبول طرد برا طرد برا كلهم كم عربية سبع عربات وعندوا تمني عربات كلهم خمس تشر عربية في طريق رفاعة طلعوا ما في حاجة عشان نقعد نكذب على نفسنا ما في عدو العدو نحن ناس بيعملوا إنسانية وبهناك بيبيعوا في البلد يطعموا في الناس هنا ويتواصلوا مع الجنجويد دون حداسيات ودون معلومات ناس بيفوق يدعموا لك الجيش وبيتح تقرصوا في الدولة ويقولوا في الجنجويد رباعيا ويقولوا فو شير المشكلة في من فينا نحن ما تتكلم أنت قول لي الجيش وما الجيش الجيش الشجيش العمل ذا لو استعجيش كله ووقف ليه هنا العمل ذا كفاية أنا عندي كفاية أنا عندي كفاية العمل ذا قسم بالله كفاية ما في سودان مشارك لو جينا نحاسب بنحاسب من برهان نليع طفلنا العمر سنة بنحاسب ما في ذول مشارك في الحاج الحصل في السودان القصة ما كانوا كيزان ولا كانوا قحاط براء ولا كانوا لنشارك نا عشان كده الآن مفروض الناس كلها توعد لا يمدي دي أيامنا نفتح عيون نهر النيل الشمالية القضارف كسلة كوستي وربق والعمال كمعا كوستي وربق في العمل الرتب عديد رتب عديد رتب عديد بودوا الوغود ورتب مستهلين ورتب بيعمل أي حاجة ومرتشين كمان ودي الحقيقة مرتشين باللسامي لايف كامل ليهم ثلاثة باللسامي يعينكم لايف كامل لأنه دي بلدنا الواحد أخوانه بيستشهدوا في الميدان وموتوا عشانه وهو طابط بيرتشي هو مرتشي بيرتشي بيعمل نفسه وما شايف بيطلعوا الجنجويد بالقروش بيقوضوا الجنجويد به هنا بطلعوا به هنا شغالين رزق ده حلال ده ما حلال القصة خلصة أنا لو في جنجويد نقول لك والله في جنجويد الآن جنجويد ما في الآن جنجويد ما في حارسين ربنا يقول لا كوني بتكون خرار البرهان يفك اللجام بيجي من ربنا سبحانه وتعالى الناس تدعو وتقيف في وطنة وتتكلم وتقول لأنه خلاص الناس في ناس وصلت في ناس والله العظيم وصلت وصلت خلاص يعني عدادوا ونصفر ما عندهم حاجة ولا كده ولا ولا أي حاجة وبحمدوا الله للآن بقول لك الحمد لله وشكرا لله الآن الناس لو في جنجويد احنا ما بينصير وبنقول لو في جنجويد ما بينصير وبنقول والله ما في جنجويد لكن ربنا لو ما قال لا كوني ما بتكون ويوم ربنا يقول لا كوني بتكون بتكون نحن احنا ما دارين نشوف الحاجات الغلط نهر النيل الناس المناطق الهناك المسيرات اللي بتطلع مفروض الناس كلها تراغب الناس كلها تراغب تشوف جاي من وين تعرف البيوت الجديدة الناس تجاب حاجة عندهم البيوت المأجرة جديدة الاشكال المشبوهة الناس كلها لازم تراغب ما دي بلدك لو ما رغبت البي راغب لك منه راغب لك منه راغب انته راغب انته الآن الليلة نحن نحن مبسوطين ومنتصرين بعد فانكوش بتاع السويسر هذا والله مطمئنين والله مطمئنين معناته في غراب وطالما ربطوا الشعب معناته في احترام للشعب السوداني من الغيادة ما بفهم عنده تفسير معناته في احترام الغيادة بتحترم الشعب السوداني والآن بيقى تتكلم بصوت الشعب السوداني لهنا نبطة سطر جديد الغيادة الآن بتتكلم باسمك وبتعمل الحاجة اللي انت دائرة بتعمل الحاجة اللي انت دائرة انت دورك شنو انت دورك المراغب انت دورك الطابور الخامس انت دورك الناس الكثير مات يتقول لي دوت فلان وزور كويس وبقدم وهذا وبيجمع تبرعات والله يبيع كل نصها كلهم بيسمى التبرعات حرامية إلا من رحم ربي فيونا الكويس وفيونا البطال فيونا الكويس وفيونا البطال فيونا الصادق انه يعمل كده وفيونا القبضون بالسابتة فيونا القبضون بالسابتة عشان كده الناس اللي يمدي احنا خلاص انتهينا من الحاشتاج وعبرنا لك دمرنا التعسي واسرة اتدمرت بل بس تيرنت القحاط ما عنده فرفرة الحاجة اللي احنا دائرنا اتعملت واتعمل أكثر منا عزة وكرامة وكلام واضح وصريح واتفتح سفارة في ايران ودي حاجات دائرنا ومطلوبة ومرغوبة والزيارة الثجاية زيارات مهمة انا في رأي مهمة كان لي مصر كان لي غير مصر الا لمحور الشر ما في أي همية لكن ما في ذول عاقل بمشي محور الشر انا في احتقالي الغرار حسي بخلاص بل بس حتى ما انحنا الغيادة فوق الغرار حقه بل بس لانه الكلام الطالع ده كله ما فيه جملة بتاعترخه عشان يجي فسره لك ولا فيه جملة بتاعترج عليه وراء ولا فيه جملة بتاعت مجاملة كل الكلام اللي تقال كله مقفل تكفيل كلام يتقال بحرفية عالية ذكرنا كلام الحارس كلام قوي كلام معبر كلام فيه رسائل ياخدوها ضمنية يعني ما قال لا امريكا انت ما احترفت بين ولا انت ما ستكده ولا لا رسله لا ارسالها قال لا انت دائرة تعمل السلام قبل ما نقعد لسلام وتفاوض تعالي نجتمع معك ونقعد معك امريكا ما محترفة بينا انت دائرة نقعد تعالي قاعد معنا اول قبل ما تحدد لنا نقعد لسلام ولا ما نقعد تعالي انت تنازلي واحترفي بالشرعية بتاعت الجيش السوداني ونتناغش معك وبعدين لكل حدث الحديث دي الرسالة والرسالة التانية اننا احنا الان في وضع غير وعندنا محاور جديدة وماشيين في المحور التاني خلاص احنا ماشيين ماشيين ايران دي خطوة خلاص احنا عبرنا السلم اللولة ماشيين ايران يعني خلاص خلاص احنا ماشيين يعني حاجات كويصة بتدين احساس انه البلد ماشر قدام أنه فيه غرار وفيه حاجة الآن أنه فيه اتفاق تام أنه البلد تنتهي بل بس يعني الحرب تنتهي بل بس عشان كده اللي يمادي الناس تدعم الناس ما تحبط ما يقول لك ما فيه حاجة ما يقول لك بإذن الله تعالى الحاجة تجي الحاجة تجي تجي حنشوف الحاصل الشنو الليلة بكرة أكيد فيه تغيرات وكيد فيه حيكون فيه بعد الخطاب بتعليل ذا حيكون فيه شغول ميداني كبير بعد الخطاب ده فيه شغول ميداني ده ما دائر الاتنين ثلاثة ولا دائر الحاجة حسم الغرار كان فيه يدل يمكن شوية هنا لكن الآن الغرار بيقى واضح بل بس بل بس والميداني اح ميداني والحارس يسرى فانكوش كبير انتهى لكن الغرار الآن بل بس الله يديكم الصحة ويديكم العافية وبإذن الله تعالى منتصرين شاء من شاء أبى من أبى والله يبقى كيفنا ده وطننا ودحقنا وبيه كيفنا ده وطننا ودحقنا بل بس لي ومدين سلام عليكم